شخصية البطل نشوف الآن النهاردة الحقيقة خد لقاء في الشوت الأول لقاء جيد ثم يعني في الشوت الثاني لا النادي الأهلي ما كانش الأفضل فنان وما كانش في حالته تماما ولكن دايما شخصية الفرق الكبيرة أو شخصية البطل دايما زي ما بنقول بتبقى أن انت لو مش في أفضل حالتك المهم أن انت تكسب والمكسب النهاردة مهم جدا لا النادي الأهلي أرجو أن الناس برضو أو الجمهور يبقى مقدر لأننا دايما بربط الأحداث ببعض أن الفرقة واضحة أن فيها حالة إجهاد شديدة وممكن يكون الأهلي يمتلك ورق كتير جدا جيد ولكن مهما كان عملية الروتيشن مهما كنا بنقول أن حط أي 11 ولكن دايما أي فرقة ليها عناصر أساسية العناصر الأساسية دي بتتأثر الأهلي عنده مشكلة ضغط مباريات واضحة يعني مش محتاجة كلام النهاردة زي ما قلت لكم هي مباراة اقفل الصفحة زي ما دايما متعودين وافتح صفحة جديدة وفي الآخر الحساب في الآخر في التصفيات أو في المجموعات الحزبة في الآخر وأهم حاجة هي التأهل ولكن شخصية البطل دايما أكسب وأنا مش كويس وده اللي عمله النادي الأهلي النهاردة وده اللي لعبته الحقيقة تستاهل عليه التحية بغض النظر عن الأداء ولكن ثلاث نقاط مهمين جدا 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 طيب يعني الأستاذ سيف شاف الإجابيات وشاف الأهلي وجدارة الفوز وشاف أن من ضمن أسباب التراجع الإجهاد الذي يتعرض له النادي الأهلي وكل استوديوهات التحليل شايفة هذا الأمر على فكرة أستاذ أبراهيم مش حجة ما تفاهمنيش أن لعبت الأهلي قادرة ترجع غير ما بتجريش فأنت هم بيضغطوا هم لسه فريشوا بيقدروا ربنا وفاهم لكن حتى إخدار الفرص ده عدم لما نقول عدم تركيز ده إجهاد إنتك مش دينك مش صافي إلى الدرجة لتخليك تلعب الصح لأن إنت لو لعبت الصح في كل ماتش هتجيب رخم قياسي من الأهداف وأنا عايز أقول للي لعبتنا كده اعملوا الصح وبعد كده يبقى بنتكلم على التوفيق وعدم التوفيق لكن لما تعمل حاجة يعني لو شدت من زاوية دايقة وانت كنت تقدر تمرر لواحد أفضل ده مش عدم التوفيق ده قرار خاطئ التوفيق بقى أنك تجيبها جود لكن إلعب الصح علشان الدنيا تبقى سهلة خصوصا في إطار الإجهاد الذي يتعرض له الأهلي كلما بسطنا الكرة ولعبنا الصح هنوفر المجهود ولما نوفر المجهود هيكون دفع للجاي إبراهيم فاي